ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم شلون كنا يا جماعة أتمنون عن حالكم إن شاء الله تكونوا في أفصحة وفي ألف عافية أعتذر عن إذا كان فيه شوية إضاءة غلط ورايحة أبيض ممكن تقولوا أنه أنت وين بالضبط فأنا مسافر حالياً مالي بالستوديو محل ما بصور دائما حل ما تكون تعودين أن تشوفوني فتحملوني بس هالحلقة وحلقة رح تنزل كمان بعد تقريبا ساعة فتحملوني بس هذا الأسبوع لأني مسافر حالياً فمشاء ما أقطع عليكم الفيديوهات رح نصور هيك وراي هذا الحيط الأبيض طبعاً قبل ما نبدأ مراجعة الحلقة السابعة من إلمي قتل الشياطين داون سلاير كيميتسو بدنا بس نذكر في معلومة كثير مهمة صار فيه لخبطة عليها أنه في هذه الحلقة بالحلقة السادسة طلع مثل شخصية يوروتي يلي هي كانت كثير من ناس قالت أنه هو أبولا تانجيرو ومدري إيش طبعاً أنا حتى حكيت في مراجعة الحلقة السادسة أنه هو أبولا تانجيرو تصحيحاً للمعلومة التي حكيتها ولمعلومة المنتشرة حالياً أنه هو أبولا تانجيرو هو فعلياً ليس أبولا تانجيرو إنما هو أول حدا استخدم تقنية تنفس الشمس أو بالأحرى هو اللي اخترعه وهو يعد من أقوى سيافين أو هو أقوى سياف موجود في ديمون سلاير في كل السيافين اللي يطلعوا لدرجة أنه موزن ذات نفسه ما حسن يقدر أنه يقوت له ولدرجة أنه يوروتي ذات نفسه قطع لموزن ذات نفسه قطع مد أحرق عليه كثير صراحة أنا هي معلومة حلقة عليه ما بي أحرق عليه كثير ولكن بطريقة ما هو أقوى سياف موجود في ديمون سلاير وفي نفس الوقت هو ما لأبولا تانجيرو وما لأجده حتى لتانجيرو الفكرة بإختصار أنه هو مخترع تقنية الشمس وبطريقة ما بعد مخترع تقنية الشمس التعلمة راح علم لواحد من أجداده لتانجيرو فهو كان رفيقه فراح مثل ما يقولوا ورثوا إياها أعطى تقنية الشمس ورثوا إياها بعدين بقلوها من جد لجد حتى وصلت لتانجيرو طيب بعد الحلقة السادسة اللي كانت من أقوى حلقة ديمون سلاير سواء بجزء الأول أو حتى أي أرك طلع لديمون سلاير كانت من أقوى الحلقات فعليا وأخذت تقييم جدا مرتفع وأخذت مثل ما بيقولوا الضو من الحلقة الأولى لأتاكون تايتن يعني كانت حلقة كثير قوية فمن المتبقع كان أن هذه الحلقة ما تكون في قوة الحلقة السادسة الحلقة السابعة كنت أنا متوقع أن يكون الرتم أخف منها وذلك بسبب أن تأتيك مثل قنبلة أو حلقة كون خارقة حارقة متفجرة طبيعا أن الحلقة اللي بعدها تكون أهدى منها وفعلا هذا لي صار ولكن بنفس الوقت صراحة هذا الأرك مو طبيعي حتى وعلى أن الرتم نزل مثل ما بيقولوا بس لسه الأحداث فضيعة لسه في كتير أشياء صارت وبالذات أن أطلع أخوها لاداكي رح نحكي على هاي الموضيع كلها وحدة وحدة ولكن بطريقة ما على أنه كانت هاي الحلقة أخف من الحلقة السادسة بس لسه صراحة كانت قنبلة وجدا جدا جدا قوية طيب تبدأ أحداث هاي الحلقة من بعد مخلصة الحلقة السادسة وقت اللي مشوف أنه نايزيكو بتروح بتقتلى لاداكي وبتصير مباييناتهم مثل لقتيلة وهكذا ولسه بتكمل هاي لقتيلة من بداية الحلقة السابعة ومشوف كمان أشياء عند نايزيكو ما كنا بنعرفها على سبيل المثال بتقوم داكي بترد الضربة اللي كانت حت ضربها إياها نايزيكو بطريقة ما عبدها فعن حالة فبتقوم داكي بتضربها لنايزيكو هون نايزيكو بتفرجينا كمان شغلة موجودة عندها فن دم الشيطان اللي هو بكون بحرق بطريقة ما تجي داكي بتقطعها كاملا لنايزيكو وبتصير أطرافها لنايزيكو طائرة بالهواء إيدة بمكان وإيدة الثانية بمكان وإدجاها بمكان وحتى رأسها مفصولة عن جسمها ولكن مع ذلك بتشوف إنه هي عبتحسن تتحكم في جميع أجزاء جسمها وهذا الشيء صراحة إنه أضيق شوية أنا عبتفهم في شي فايتني ولا إيش الوضع فصراحة كان شيء جدا طوي عمشوف إنه نايزيكو قوية بطريقة ماي طبيعية على الإطلاق وحتى عمت تقدر إنه هي تستعمل فن الشيطان الحارق بمعنى آخر الدم اللي عبي طلع منه عب بحرق لداكي فصراحة قوة كانت جدا 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 قوية عند نايزيكو لدرجة إنه نايزيكو بتروح بتقتلى لداكي وبتحرقه وخلص إلا شوي بدي تقتلى وتخلص عليه على الأخير ومن درجة القوة اللي صارت عند نايزيكو إنه هي فقدت السيطرة على نفسه تماما وحتى صارت تضحك الضحكة الشيطانية أنا أول ما شفت هذه الضحكات لحالي جاي مصيبة مستحيل ما يجي مصيبة بعد الضحكة الشيطانية لضحكة نايزيكو كان واضح كثير إنه نايزيكو فقدت السيطرة تماما على نفسه فمشوف إنه هي بتطلع بتلاقي قدامها مثل بشري فتروح بدي تأكله بدي تأكله بدي تتعضه بدي تشرب من دمه هذا الشيء نحن ما أنا بتعودين عن نايزيكو إنه هي تعمله بعمرة هي ما أكلت أي إنسان فهون فقدت السيطرة لدرجة إنه هي راح بدي تأكل أو تاخد دم بشري فبيجي هون تانجيرو بحاول إنه يمنعه وبيحط عليها عصائي على تمه بحاول يمسكه ولكن خلاص انفجرت نايزيكو صار عليها طاقة مطبيعية أبدا صعب السيطرة صار عليها بطريقة ما هون داكي بتحاول إنه هي تجمع قوته شوية شوية وبالذات إنه فيه مدنيين موجودين في المكان هن متوجدين فيه يعني نايزيكو فقدت السيطرة بده تأكل بشريين إجا تانجيرو مساكلة ما وبنفس الوقت هون داكي كانت أكل قتل لمفرأة من نايزيكو صراحة أطلتة 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 بطريقة يعني ذل أنا بشوف إنه يعني شيطان من الرتب العليا يأكل قتل لهذه الدرجة من شيطان مو أكل بشريين أبدا بحياته وعب يستعمل ضده فان دم الشيطان صراحة أنا بعتبله هذا ذل فبطريقة ما هون داكي بتلاقي الوقت إنه هي تجمع من نفسها تجمع من تاتا بتقوم وبدأ تهجم بقى على تانجيرو وتهجم على نايزيكو وتهجم على كل موجودين وتدم المبنى بحاله هون بتدخل بقى عنا أوزوي تدخل أوزوي صراحة كان مو طبيعي أبدا حلقة وراء حلقة بتشوف إن شخصية أوزوي قوية بطريقة بتحس ما هي طبيعية أبدا على إنه بالحال الأساسي شفنا تانجيرو وصل الطاقته لدرجة كتير 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 كبيرة مع ذلك ما قدر إنه هو يوصل للنقطة الأخيرة إنه هو يقطع راسها لداكي ما قدر يوصل على إنه نحن شفناه جدا قوي منشوف إنه أوزوي بدخل بلمح البصار منشوف إنه هو بقطع الأشريطة طبعا داكي ولكن بطريقة ما مشوف بعد شعورة عشر ثماني خمسة ثانية إنه راسها لداكي بطبع للأرض وكأنه دخل أوزوي أطاع راسها لداكي منذ ما نحن كمشاهدين أساسا نحس وهنا ما كانوا محسين ما حدا كان نحسز على الإطلاق إنه راسها لداكي مقطوع وهذا الشيء تماما بيدل على قوة شخصية أوزوي لمهي طبيعي على الإطلاق ومشوف إنه هو عبت مسخر عليها بقلها إنه إنتي شيطاني من الرتب العليا إنتي رتب سادسة عليا إنتي مالك ملاحظة إنه أنا إطاع الكراسك أساسا موجود هلأ بين إيديكي فهي عبت له إنه أنا شيطاني درجة رتب عليا وأنا شيطاني وإنك كذا كذا فبيقلها إنه إنتي مالك من تبهك إني إنه أنا إطاع الكراسك أنا شخص إيطاع الكراسك هلأ حاليا فكان ما اشتاعت حلو انه يستهزئ فيها وهون هناك نقطة كثير مهمة انه نحن شاهدنا من الحلقة الاولى او الثانية تقريبا نقطة ضعفة لشخصية ذاكي وانا حكيتها في مراجعة ديك الحلقة حكيت انه نقطة ضعفة لشخصية ذاكي هو الغرور انه هي دايما تشوف حالا انه انا اكبر منكم انا احسن منكم انا اجمل منكم انا 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 فوقت اللي يجي واحد يستفزه يجي الا انه احسن منك او يجي الا انه مين انتي او يجي الا او يستهزئ فيها فهون بتعصب كثير لدرجة انه بيجي او زوي بدي يقطل الدربة الاخيرة وبيطلع من ظهره بقى حدا قبل ما نحكي مين طلع من ظهره لذاكي ومين هاي الشخصية واش رح يصيب في الاحتلاث القادمة لازم نتذكر انه لسه نايزيكو متوحشة ويجي تاكل وتعصب وتنجيرو بحاول يوقفها فهون تنجيرو بديو يوقف اخته بطريقة ما لازم تتوقف اخته لانه هي فقدت السيطرة تماما فهون بقى بيتذكر انه انا لازم اغني لغنية او بالاحراء اوزوي بيقوله ان اغني لغنية من باب النوع بد فسخر علي فهون تنجيرو بيتذكر انه امه كانت تغني للي نايزيكو غنية معينة لحتى تهدأ او هي بتحب هاي الغنية لانه امه كانت تغني لها فبالش تنجيرو بغنية للغنية كلمتين ورا كلمتين ورا كلمتين مشوف انه نايزيكو هدية ورجعت بشارية طبيعية ودخلت في حالته السوباتي اللي هي حالة النوع تبعه انه هي تشفي نفسه وتاخد طاقة من اول وجديد فصراحة كان مشهد جدا جميل مشهد عاطفي حبيته كثير انه مثل ما بيقوله واحد فقد السيطرة على نفسه بيجي شخص اللي هو اخو طبعا بيغني له الغنية اللي كانت امه تغني لها فبتهت فاميك تحس في هيك جو عاطفي جميل حبيته كان موجود في هاي الحلقة صراحة هاي نقطة كانت كتير مهمة انه تخلصت نايزيكو هدية ونامت وكذا هون تانجيرو بيقول لن لينوسكي وزينوتسو انه انتوا روحوا وساعدوا لأوزوي انا راح اخد اختي واروح لتالاخبية في العلبة تبعيتها وهكذا هون طبعا بهاي اللحظة بيوصلوا زينوتسو وينوسكي لعن تانجيرو ووزوي مكان ما بتصير طبعا التالي كله فمشوف انه اوزوي بديو يروح بقى يقتلى متل ما حكينا لدكي نرى انه بيطلع حدا من ظهره وردة الفعل اللي بتصير ما هي طبيعية نحن نعرف انه شخصية اوزوي سريع لطريقة انه يلحكى مشاهدين ما مشوف اش هو عمي يعمل درجة انه متل ما قتلكم عبا شوية انه اجا اطع الراس الاتاكي ونحن مانا منتبهين انه اطع الراس الاتاكي اساسا فسرعته كتير كتير كبيرة فوقت اللي اجا بده يقتلى الاتاكي وطلع احدا من ظهرها الاتاكي اجا بده يقتله وهو اخوه الكبير جويوتارو يلا مشوف انه عنده ردة فعل كمان كتير قوية ومشوف انه فيه نقطة ضعف كمان موجودة فيه كتير بتشبه نقطة ضعف طبع اخته اللي هي شخصية طبعا مشوف انه هو بيقول له اوزوي انه انا عندي ثلاث زوجات فبيطلع هيك عليه هذا بيقول له انه ثلاث زوجات انه ليش انت احسن مني بدي اقتلك بدي كذا فكمان مشوف انه فيه هيك قصة الغرور انه انا ملي محبوب من قبل الناس انا ملي محبوب من قبل النساء فهي كمان نقطة ضعف رح تكون بتأثر اكيد هتأثر بالمستقبل على موت الشخصية وشخصية ذاكية كمان رح تكون بسبب هذا الموضوع فبطريقة ما مشوف انه حتصير مواجهة جدا قوية بين اوزوي و اخوه لذاكي طبعا القوة اللي بيستخدمها جويوتارو هي فعليا المناجل تبعه فبطريقة ما هو بيزد المنجل بيروح بيدرب بيدربه وبيرجع المنجل اللي عنده فهذا الشيء شفناه طبعا في الجزء الاول من ديمون سلاير ولكن نشوفها طريقة اقوى في استخدام فن الدم الشيطاني عند هاي الشخصية بالمناجل تبعيته بطريقة ما رح تكون شخصية كتير اوية رح نشوف انه بطريقة ما لحتى تقتل انت داكي تقتل اخوه اللي هو جويوتارو انت مضطر انه تقتل اثنين مع بعض تقتل الجزء الرئيسي اللي هو الاخ فعليا وليس الاخت لانه ما شوف انه اجا اوزوي وقطع الراسه لداكي ولكن داكي ما ماتت لكن مصلا شيء ابدا مسكت راسه وخصية القصة ما كان فيه عنده مشاكل ابدا لانه ليش ما ماتت لانه فيه عنده اخوه اللي انت لازم تقطع راسه وتقطع الراسه لداكي لحتى اثنين موتوا سواه فنشوف مواجهات جدا قوية في الحلقات القادمة بين اوزوي وبين جويوتارو وبين داكي وطانجيرو حلقات ستكون جدا جميلة هي الحلقة كمانت كتير قوية واذا تركونا هذا الفيديو كمان لا تنسوا اللايك عليه راح يدعمني معنامين جدا كثيرا والاشتراك تحت في القناة كمان منقول لا اكيد وفيه تحت فيه الوصف رابط لقناتي الثانية كمان اذا حبيتوا انكم تروحوا تشتركوا فيها عم نحاول انواطفية شغلاتك يعني كما بيقولوا مهمة ومفيدة يعني عم نحاول نوعي العالم واوعي نفسي مبعيف اذا بتكون خدوا نظر عليها اذا تركو اذا كان كم عندي فيديو اليوم ستنقلوا بعد ساعتين ان شاء الله او ساعة ونص هيك شي بستنزل حلقة كمان اذا كنت اذا راح نشوفها ونعمل عليها مناقشة ونزل الحلقة ونشوفكم بعد ساعتين صلى الله عليه وسلم